السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم مشاهدين الكرام. ناردنا في فيديو جديد. وعندنا النهاردة بجنوب افراقيا. طبعا يا شباب انتو فاكرين ان اخر حاجة احنا كنا ابتدينا نحرك السفن بتاعتنا. علشان ان شاء الله نتحرك على استراليا. وده ان شاء الله اللي احنا هنبتدي ان احنا نعمله دلوقتي. احنا عندنا هنا طبعا طيارات كتير جدا ولكن مش هقدر ابعتها عشان انا ما عنديش حاملات طائرات ولا في مطارات توصلني لحد استراليا. اول حاجة يا شباب هنحرك المدمرة دي مع الاربع كتايب دول هنا. وانحرك الغواصة دي مع الخمس كتايب دول هنا. والست كتايب بتاع الكوات الخاصة مع الكروفيتات هنحركها هنا برضو. لان زي ما انتم عارفين الكوات الخاصة ما بتحتلش مدن. وعندنا هنا بقى كاتبتين مشاه وبطارية مدفعية سحب. واربع كتايب مشاه ميكانيكية وبطارية مدفعية ذاتية. دول ان شاء الله هنبعتهم على المدينة دي. كده يا شباب يعتبر حرقنا كل الكتايب بتاعتنا ان شاء الله اتجاه استراليا. احنا عايزين بقى ان شاء الله ان احنا نجهز لانزالات تانية على الجزيرة دي. وعلى الجزيرة دي. فان شاء الله ده اللي احنا بنجهز له يعني. هنبتدي ان احنا نجمع الكتايب بتاعتنا. مش هنحتاج كتايب كتير اصلا يعني. احنا بنضرب اربع كتايب مشاه ميكانيكية مع غواصة. والجزر اللي احنا هنسيطر عليها دي هتساعدنا في ان احنا نعمل مطار مثلا في الجزيرة دي او نعمل مطار في الجزيرة دي يكونوا قريبين شوية اكتر من استراليا او يكونوا قريبين اكتر من اسيا اشتريت شوية معادل نادرة من السوق عشان اقدر اعمل بحث الغواصة لفل 3 لان انا هحاول اخلي البحرية بتاعت تعتمد بالشكل كبير على الغواصات والمدمرات فان شاء الله يكون هدفنا ان احنا انطور الغواصات وانطور المدمرات استراليا يا شباب هيكون موقعها متميز جدا هيخلينا نقدر ان احنا نسيطر على دول تانية كتير جدا زي ما انتوا شايفين كده نيوزلندا قريبة مننا وفيه جزر قريبة مننا زي نيو كالادونيا وزي كمان جزر فيجي وجزر سليمان وبابوى غينيا الجديدة واندونيسيا قريبة مننا والفلبين وماليزيا وكل الدول دي فموقع استراليا موقع استراتيجي لازم نسيطر عليها في اسرع وقت ممكن طيب يا شباب زي ما انتم شايفين كده قدرنا ان احنا نسيطر على جزء كبير جدا جدا من استراليا وان شاء الله لسه نكمل التقدم فيها باقي مساحات غيرة جدا منها يعتبر تقريبا يعني سيطرنا على نص استراليا وسيطرنا على اربع مدن رئيسية وباقي المدن برضو تعتبر يعني سهلا ان شاء الله وطبعا كنت دخلت حرب بسيطة كده مع تايلند ولكن للأسف الشديد ما لحيتش ان انا اسجل فيها حاجة هو كان سبقني وصل على استراليا ولكن كان باعت كتايب قليلة جدا كان باعت تقريبا ثلاثة او اربع كتايب بس فقدرت ان انا اخلص عليهم يعني الحمد لله بكل سهولة وكان فيه اشتباكات ما بين السفن بتاعتي والسفن بتاعته وفي الاخر عملنا سلام وخلاص بس هو للأسف الشديد دمر لي غواصة ولكن ما فيش مشكلة غواصة راحت ان شاء الله نجيب عشرة غيرها وانا شباب بدأت ان انا ابعت الانزال بتاعنا على الجزيرة دي والجزيرة دي هنا الانزال محمي بغواصة هنا مش محمي باي حاجة بس كده كده يعني باكستان كلها راحت خلاص فمش محتاج ان اقامل نفسي من حاجة مفيش اصلا جيش لباكستان خلاص وزي ما انتو شايفين كده دلوقت يا شباب انا بدرب اربع كتايب مشاة ميكانيكية تاني وغواصة تاني بالنسبة للابحاث بتاعيتنا يا شباب زي ما انتو شايفين كده بدأت ان انا اطور المشاة الميكانيكية ليفل ستة ليفل ستة هيكون الهجوم على المشاة تمانية والهجوم على الدبابات تسعة والدفاع ضد المشاة عشرة والدفاع ضد الدبابات حداشر وتلاتة من عشرة والدفاع ضد الطائرات الحربية تلاتة واحد من عشرة والدفاع ضد المروحيات تلاتة وسبعة من عشرة وزي ما تشايفين طبعا صحيتهم هتكون 35 وبالنسبة لمدى الرؤية فهو هيكون 25 في كل الأماكن معدف الجبال هيكون 35 وبالنسبة للغواصات فأنا بطورها لليفل 4 برضو لما ان شاء الله تطوير ليفل 4 يخلص هيكون هجومها على السفن 10 وهجومها ضد الغواصات 10 وادفعها ضد السفن والغواصات 10 فالصراحة التطوير ده هيكون كويس جدا بالنسبة للغواصات زاد كمان إن المدى بتاع الهجوم هيزيد 25 فدي حاجة كويسة طبعا وصحيتها هتكون 30 في المحيطات والبحار وهتكون 15 على السواحد في ليفل 3 كانت 25 في المحيطات والبحار وكانت 12 ونص على السواحد بالنسبة للمدى بتاع الرادار بتاعها هيكون 100 بدل ما هو 75 في ليفل 3 فطبعا التطوير بتاعة القواصات وتطوير المشاريع الميكانيكية هيفرقوا معنا جدا جدا وإن شاء الله بعد ما انتور القواصات لليفل 4 ما نظنش إن ممكن أطورها تاني يعني وهنا هتكون 11 و11 وهنا هتكون 15 و12 ممكن أطورها ولكن الأول هحاول أن أنا أطور المدمرات لأن المدمرات برضو أنا هحاول أعتمد عليها كتير في استخدامي أعتمد في البحارية بتاعتي على الغواصات والمدمرات وإن شاء الله يعني كلها كام ساعة وهنقدر أن إحنا نسيطر على أستراليا بالكامل طبعا شباب زي ما انتم شايفين كده دلوقتي بقينا مسيطرين على 100% من أراضي أستراليا وكمان عملنا مطار هنا وقدرنا أن إحنا نبعت الطائرات بتاعتنا كلها هنا عشان تكون قريبة من مناطق دي كلها اللي واحتاجناها طبعا يا شباب إحنا خلصنا بحس المشال ميكانيكية لفل ستة فإحنا دلوقتي المشال ميكانيكية عندنا بقيت طبعا مستواها كويس جدا هنبتدي بقى يا شباب إن إحنا نجمع الكتايب بتاعتنا مع بعضيها كده على الموانئ هنا إحنا أصلا عندنا سبع كتايب وهنا عندنا ست كتايب ده غير إن إحنا عندنا هنا يا شباب غواصة وأربع كتايب مشال ميكانيكية فدول إن شاء الله هنبعتهم هنا كده هنما ياخدوا مدة طويلة قوي على ما يوصلوا هنبتدي بقى كمان يا شباب إن إحنا نحاول يكون عندنا شوية كتايب وشوية بحرية بيحموا الدولة الرئيسية بتاعتنا لأن دي أهم حاجة طبعا وإحنا أهم حاجة إن إحنا نحمي المدن اللي ممكن يتعمل فيها إنزال والغواصات كمان يا شباب على فكرة التورط وبقت لفل أربعة وأنا لقيت دلوقتي برضو هنا إن إحنا لنا كتايب في البحر وأنا نسيها وفي كتيبة في الجزيرة دي فإحنا نبعتها هنا وفي تلات كتايب هنا فبردو نبعتهم هنا يعني دول هيبقوا سبعة كتايب مع غواصة غير الكتايب اللي إحنا بعتنها دي غير الكتايب اللي في أستراليا إحنا إن شاء الله هناخد الخمس كتايب دول ونعمل لهم إنزال ونخلي الكورفيت دوت يحميهم وإن شاء الله يروح على جزيرة نيو كاليدونيا ومنها إن شاء الله على جزر فيجي أو ممكن على جزر سليمان هنبتدل دلوقتي يا شباب إن شاء الله إن إحنا نطور المدمرة بتاعتنا ونخليها لفل اتنين هنبعت يا شباب إن شاء الله كل الطيارات بدون طيار على في مطار هنا كده أنا عامله فهنبعتهم عليه عشان إن شاء الله من المطار دوت هنبعتهم على نيوزلندا عشان يتجسسوا عليها لأن نيوزلندا غداها اليابان فإحنا عايزين يشوف اليابان حتى كتاب فيها ولا لأ وهنبعت كمان الأربع طيارات مقاتلة بتاعنا ونسيب بقى كل المروحيات في المدينة دي ودلوقتي إن شاء الله هصنع غواصة تاني وبالنسبة للطيارات فأنا ممكن أصنع طيارات بدون طيار مثلا هتكون مفيدة لنا أكتر بالتجسس هنضرب دلوقتي إن شاء الله يا شباب كتيبة مشامي كانيكية وأول ما يجينا بس شوية موارد كده هنبتدي إن إحنا نضرب بقى الكتاب بتاعتنا طب يا شباب أنا طبعا قلت لكم أنا مش هحرك جيشي من جنوب أفريكيا خلاص بس أفضل سايب شوية جيش بقى هناك عشان يحموها ولكن أنا رجعت في كلامي وأحرك الجيش كله برضو وأوديه على أستراليا لإن إحنا عايزين نبدأ نجاهز للهجوم على تايلاند وبالنسبة للجزر فيعتبر خلصت على كل الجزر زي ما تشايفين كده هنا نيو كاليدونيا خلصت عليها جزر فيجي هما الاتنين خلصت عليهم عندنا هنا بقى جزر سليمان لسه ما رحتش سيطرت عليها بس يعتبر خلاص برضو خلال كم ساعة هكون نسيطر عليها إن شاء الله في نفس الوقت اللي إحنا هنجاهز فيه لتايلاند لازم نكون مأمنين نفسنا من نيوزلندا للأسف أنا بعت التقارد بتاعتي هنا ولقيت إن هي مش هتوصل خالص هنا مش هقدر أنا أتجسس وأشوف نيوزلندا فيها إيه ولكن قررت إن أنا أبني مطار هنا والمطار ده إن شاء الله هقدر أعرف بيه كل حاجة باب وغينيا طبعا فيه منكم كتير مستغرب أنا زي زودت الموارد بتاعتي كده باعت ل �مال. حاب�를 مشكره جدا. بنجهز الكتاب اللي هنعمل بيها الانزال هنا إن شاء الله يا شباب في المدينة دي. عندنا ستتشار كتيبة ولسه هنبعد كتيبة من هنا هوا. وكتيبة من هنا. غير الست كتاب دول. غير طبعا الكتاب اللي هنا دي كلها. عندنا هنا ستة. وهنا خمسة. وهنا ستة. يعني سبعتاشر كتيبة. يعني في حوالي اربعين كتيبة واكتر من اربعين كتيبة هنهاجم بهم تايلاند ان شاء الله. ممكن ناخد منهم عشرة مسلا ندفع بهم عشان لو بتاع اليابان مسلا قرر ان هو يهاجم استراليا. ما ظنش يا شباب ان انا احتاج حتى عشرة يعني هو بس ممكن تقول ست سبع كتاب كده بالكتير قوي. طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين كده ودقت ان انا جاهز ان شاء الله للانزال على تايلاند. زاد ان انا خلاص سيطرت على جزر سليمان. احنا طبعا يا شباب خلصنا بحس الغواصات لفل خمسة. زي ما انتم شايفين كده هيكون هجومها على السفن والغواصات حداشر. ودفعها ضدهم برضو حداشر. المدى والرادار زي ما هم والصحة زي ما هي برضو. ما فيش اي حاجة مختلفة يعني غير بس القوة زيت واحد والدفع زياد واحد. كنت عايزة اخليها ليفل ستة ولكن للاسف ما عنديش معادة الندرة كفاية. ان شاء الله اول ما الكمية دي تكون متوفرة عندي على طول هعمل البحث بتاع ليفل ستة للغواصات. لان طبعا القسطول بتاع بيعتمد عليها بشكل كبير جدا. بالنسبة شباب للقوات الخاصة فاحنا طورناها لليفل اتنين وبنتورها دلوقتي ان شاء الله لليفل تلاتة. ليفل تلاتة هيكون هجومها على المشاة عشرة ودفعها ضد المشاة ستة وسبعة من عشرة. ويكون هجومها على الدبابات ستة ودفعها ضد الدبابات اربعة. دفعها ضد الطيارات الحربية واحد وسبعة من عشرة. ودفعها ضد المروحيات اتنين وسبعة من عشرة. ونقاط صحتهم هتكون عشرين بدل مية خمستاشر. واحنا طبعا يا شباب بدأنا ان احنا نجمع كتايب تاني في جنوب افريقيا غير الست كتايب والغواصة اللي بعتناهم. فاحنا دلوقتي عندنا اربع كتايب وغواصة. وان شاء الله لسه في كتايب تاني بتتضرب اهو زي ما انتم شايفين. وهندرب كمان كتيبة تاني. احنا دلوقتي محتاجين ان احنا ندرب اكبر كمية مشاه ممكنة. عشان نقدر ان احنا نسيطر على المدن بتاعت تايلاند. لان الدولة بتاعتهم كبيرة اوي. انا طبعا بعت الطيارات بدون طيار بتاعتي عشان تستطلع على شوية مدن اللي هي هنا دي. بعد ما بنت مطار هنا. فيعني كل اللي انا اكتشفته ان مفيش كتايب كتير. مفيش غير كتيبة واحدة بس اللي كانت موجودة تقريبا في كل الجزر دي. ان احنا عملنا استطلاع لحد الجزيرة دي. فمن اول الجزيرة دي لحد بابواغينيا. مفيش غير كتيبة واحدة هي كتيبة اللي موجودة في المدينة دي وبس. ولكن الله واعلم بقى جيشه قد ايه في باقي الحاجات اللي احنا لسه ما عملناش استطلاع فيها. ان احنا برضو هنا بعتين الست كتيب بتاعنا دول. وان شاء الله لسه نبعت كتيب اكتر. عشان ان شاء الله محتاجين ان احنا نسيطر على التلات مدن الرئيسية دول. وعلى طول نطلع بقى على تايلاند الرئيسية. تايلاند الرئيسية لحد هنا. لحد النهر ده كده. ان شاء الله بقى هنبدأ الهجوم. انا وعبد الرحمن مع بعض. هو هيهاجم ميانا مار وانا هاجم تايلاند. عشان هما الاتنين حلفاء طبعا. ان شاء الله بقى يا شباب هنشوف الفيديو الجاي هيحصل ايه في تايلاند? ويحصل ايه في ميانا مار? يا طرق هننجح انا وعبد الرحمن ولا مش هننجح? طبعا هيكون معانا دعم جوي ودعم بحري من باقي التحالف. وبس كده يا شباب يكون الفيديو بتاعنا خلص النهار ده. اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك. اشترك في القناة لو انت مش مشترك. وفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد. احبب اشكرك جدا جدا لو كملت الفيديو لحد دلوقتي. لو كملت الفيديو لحد دلوقتي انزل تحت في التعليقات وكتبلي رقم ستة. وطبع ما تنساش تروح بقناة سقر وتتفرج على الفيديو اللي هو انزله. هتلاقي الرابط بتاع قناة سقر في الوصف. وما تنساش برضو اتبعاني على الفيس بوك وعن استجرام. واهم حاجة انك تدخل واتبعاني على الفيس بوك عشان ان شاء الله هنبتدي ننزل حاجات هناك. زائد برضو ان انت من هناك هتعرف معايد الفيديوهات. وهتعرف لو في فيديو نزل او لا. وبس. هشوفك الفيديو الجاي. سلام.